سلام عليكم انا جعفر من سبور 360 وتقديم مباريات اليوم الثاني من دور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا مباراتين في اليوم الثاني قمة انجليزية وثانية بين الاسبان والطليان نبدأ مع القمة الانجليزية بين ليفربول وضيفها مانشستر سيتي الستي المتألق هذا الموسم ومتصدر لبرمرليك في الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخه ويحاول الوصول لنصف النهائي للمرة الثانية بعدما وصل سنة 2016 وخرج بعد مواجهة ريال مدرين وهذه كانت افضل سنة للستي في الابطال بينما ليفربول صاحب الخمسة القاب اوروبية اخرها عام 2007 يحاول العودة للامجال من سنة 2010 هذه السنة الثانية بس اللي يشارك فيها ليفربول في الابطال و2009 كانت اخر سنة وصل فيها ليفر للدور ربع النهائي وخرج من فريق انجليزي اخر هو تشيلسي هذه السنة الفريقين وصلوا لهذا الدور بعدما انتصروا بكل سهولة في الدور الماضي السيتي بنتيجة 5-2 امام بازل والليفر بنتيجة 5-0 امام بورتو تاريخيا التقل الفريقين في 159 مباراة انتصر ليفربول في 75 مباراة منها اما السيتي انتصر في 42 مباراة والتعادل الحضر في 42 مباراة خلال هذه المباريات سجل ليفربول 277 هدف والسيتي 220 هدف وهذا الموسم في الدور الانجليزي انتصر السيتي بخماسية نظيفة في الدور الاول امام ليفربول وقدر الليفر ينتصر بالنتيجة 4-3 في مباراة الدور الثاني وهذه هي الخسارة الوحيدة للسيتي في البريمار ريق هذا الموسم حتى الان موعودين بقمة انجليزية نارية في الانفيلد هل يواصل المميز محمد صلاح تألقه ويقول الليفر لانتصار او يكون للسيتي كلمة ثانية اما المباراة الثانية فهي بين برشلونة الاسباني وضيفة روما الايطالي البارسا مصدر الدور الاسباني وفارق مريح وصل للربع نهاي بعد ما انتصر على تشلسي بنتيجة 4-1 اما روما صاحب المستوى المتذبذب في الدور الايطالي فوصل بعد التعالل مع شختار بنتيجة 2-2 مع افضلية التهجيل خارج ارضه الفريقين التقوا من قبل في ابطال اوروبا في دور المجموعات مرتين موسم 2001-2002 ووقتها تعالى الفريقين في الكامنو وفاز روما في الاولمبيكو بثلاثية نظيفة والمرة الثانية موسم 2015-2016 وتعالى للطرفين في روما بهدف لهدف والاياب انتصر برشلونة باكبر نتيجة بين الفريقين 6-1 وهذا اللقاء هذا الموسم راح يكون اللقاء الاول بين الفريقين في مباراة اقصائية واخر مواجهة للبرسة مع فريق ايطالي في دور اقصائي كانت امام ميلان سنة 2013 في دور 16 من ابطال اوروبا ووقتها تقاهل برشلونة بنتيجة 4-2 مجموع المبارتين اما اخر مواجهة لنادي روما لفريق اسباني في دور اقصائي كانت سنة 2016 امام ريال مدريل ووقتها خسر روما المواجهة برباعية نظيفة الكثير من الترشيحات تصفي مصلحة برشلونة لكن ايضل نادي روما فريق عنيد ومع بداية المباراة تكون الحظوظ متساوية انتوا ايش توقعاتكم للمبارتين مين راح ينتصر وكيف توقعاتكم للسيناريو حطونا رأيكم سلام